طيب النهاردة كان فيه قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لبطولات الجديدة للموسم الجديد من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والقرعة أصفرت عن مواجهات مهمة بالنسبة للفرق المصرية وبالتحديد اللي يهمنا أكثر النادي للأهلي والنهاردة الاتحاد الأفريقيا أجرى لقرعة دي الأدوار التمهيدية للنسخة وكده كده الأهلي والزمالك طرفي النهائي طبعا في المبرانة الهائية مش موجودين في الأدوار التمهيدية لكن هيبتدوا البطولة من دوري الاثنين وثلاثين القرعة قيمت بشكل مغلق في مقر الاتحاد في الكاهرة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والقرعة أوقعت النادي الأهلي في دوري الاثنين وثلاثين مواجهة المتأهل من سونوديب بطل النيجر ومكدشي وبطل السومال زي ما حراركم شايفين كده على الشاشة يعني فريق البطل النيجر اللي هو سونوديب حيقابل مكدشي والكاسبان منهم مكدشي ده بطل السومال اللي حيكسب منهم حيلاعب النادي الأهلي في دور الاثنين وثلاثين الأهلي والزماك كده كده معفين طبعا من الأدوار التمهيدية مقابل دور الاثنين وثلاثين ومعهم زنب الكنغولي والرجاء وصانداونز وبروميرو دو أغسطو وحرية كوناكري وفيتا كلوب الكنغولي المباريات هتقام مباراة الزهاب بين عشرين واثنين وعشرين نوفمبر وتقام مباراة الأياب بين أيام ستة عشرين وثمانية وعشرين نوفمبر ما عرفش موضوع الموعيد ده بالنسبة لأهلي والزماك هيكون يعني إزاي لكن في كل أحوال حننتظر لأن كده كده الأهلي والزماك عندهم مباراة يوم سبعة وعشرين نوفمبر من الشهر الجاري وهي مباراة النهاية لكن ده يعني اللي تم الإعلان عنه من قبل اتحاد الافريكي لكرة القدم منذ قليل وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشارك في البطولة اللي جاية دي وإحنا حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريكيا بإذن الله تعالى